طبعا تعرفيني ان كل حلقة بحاول اجيب الاخبار اللي بتشد على مستوى الكرة العالمية وعلى مستوى الساحرة المستديرة النهاردة في بعض الاخبار كده اللي شدتني وعاوز اخلمكم فيها من ضمن الاخبار دي عملية التمارض من اللاعبين ايواء زي ما انتوا سمعتوا كده اللاعبين بتتمرض علشان ما تروحش المنتخب علشان ما تلعبش في المنتخب علشان عاوزة ترجع لانديتها وانديتها عندهم مباريات قوية النهاردة لما بشوف اللاعبين اللي بتمرضوا مش انا الوحدي كواكيل اللاعبين او كلاعب صابق قبل كده او كمدرب حاسس بدوت لا ده الجماهير كلها حاسة بحاجة زي كده وبتوصل الظروة ان كمان المسؤولين الرياضين اللي هما اصلا رؤساء اندية ورؤساء اتحادات حاسوا بحاجة زي كده ومنهم اللي سكت ومنهم اللي النهاردة عبر عن غضبه زي كده مدير اتحاد او رئيس اتحاد البرازيلي لكرة القدم اللي بعد حدثة فينيسيوس طبعا قال ورافينيا طبعا الاتنين اللاعبين البرازيليين اللي مرحوش لمنتخب البرازيل علشان يلعبوه في تصفيات كاس العالم اللي البرازيل حاليا بتخدها هما طمرضوا وقالوا ان هما مصابين بالرغم ان كان باين جدا من الموران اخيرة لريال مدريد ان بنيسيوس يعني مش مصاب لكن هو لعب دور المصاب وتمرض والناس كلها كانت شايفة حاجة زي كده حتى زميله وهو بيقومه بيقومه من دراعه اللي هو ماسكو بيقول ان هو مصاب طبعا دوت ادى احاق كبير ان هو معظم اللاعبين بتخاف على نفسها وعاوزة انها تستمر في انديتها سبب اللي دفع طبعا رئيس الاتحاد البرازيلي ان هو يصرح ان هو مش عاوز ياخد اي لعيب محترف يلعب في المنتخب البرازيلي مش بس كده كمان هنتكلم على انضف وهنتكلم على ديبرون انضف طبعا في منتخب المانيا اللي جاب هدفين للمباراة اللي فاتت وهو لاعب شتوتجار فجأة حسوا ان هو بيتمرض في التمرين وما بيفضلش ان هو يلعب وقال لهم لا انا مش عاوز اكون اساسي او متواجد في مباراة هولندا مش بس كده لا ده كمان ده احنا عندنا كمان لمين جمال لمين جمال اخر مباراة لي مع منتخب اسبانيا طبعا طلعوه في اخر عشر دقايق او اخر خمس دقايق بالتقريب كده وكان بيشتكي من عضلة وقالوا له ان احنا هنعلجك واستمر زي ما انت متواجد وصحي الصبح فجأة ان هو خد بعضه ومشي ورجع على برشلونة نفس الطريقة مع ديبرون نفس الطريقة مع لعيبة كتير جدا فعشان كده بقول لكم في حالة تمارض من اللاعبين طيب ايه هو السبب او الدافع ان اللاعيبة دي تتمارض السبب والدافع يا جماعة احنا قلناه قبل كده ان البطولة بتاعة الشامبونليج هذا العام او هذا السيزون هي مقبرة لاللاعبين ما انفعش ابدا ان اللاعيب يكون بيلعب دوي وكاس فيه النادي اللي هو محترف فيه وبيلعب بمعدل كل تلات يام مباراة وتيجي انت تشركه كمان مع المنتخب فيه وقت التوقف وبيلعب كمان مع المنتخب مبارتين مبارتين في الاسبوع يعني يبقى لاعب فيه الدوري وكاس مبارتين وبيلعب كمان مبارتين في الدوري وبعد كده لو بيلعب في الشامبونليج او الاوروباليج بيلعب كمان على الاقل مباراة انت كده بتقول اللاعب يلعب ماتش ويريح ماتش من الصعب انك تلاقي لاعب يلعب بهذا الاسلوب لان طبعا اللاعب مهما كان ده لعب لحم ودم تمام ومحتاج تركيز ومحتاج صفاء ذهني عشان يقدر يلعب ويقدر يدي فبالتالي لما انت تعمل عليه لوت زي كده وتعمل عليه ضغط كبير زي كده لا يمكن يقدر يديك وبالتالي هيقدر انه هو يتمارض هيقدر انه هو يتلاعب وما يكونش جاهز نفسيا ولا جسمانيا وطبعا ما فيش حد هيقدر يطلب منه طبعا في لعبة بتلعبها الاندية دلوقتي وطبعا